السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل فتيات قريش نسبا وموضوعا حتى أنها كانت مخبأة عن العيون سنوات طويلة حتى كانوا لا يعرفون ملامحها فكانت فتاة ذات مكان عالية بين جميع فتيات قريش ممن كنا في عمرها ولا يوجد شاب إلا ويتمنى أن تكون من نصيبه كلهم الذين تمكنوا من رؤية آمنا بنت وهب وما من امرأة رأتها إلا وحدثت عنها وعن جمالها وأدبها ورزانة عقلها وفطنتها مما جعلها محط أنظار الكبير والصغير وتقدم لخطبتها العشرات من خيرة شباب مكة لكن والدها كان يرفض باستمرار لرغبته برجل ذات مواصفات معينة فابنته من أفضل فتيات مكة سمعة ولا يريد لها إلا أفضل شباب مكة سمعة وعلى الرغم من أن خيرة شباب مكة تقدموا لها لكن لم يكن عبد الله بن عبد المطلب من الذين تقدموا لخطبتها وبرغم ما له من الرفعة والسمعة والشرف فقد منعه من التقدم إلى آمنة نذر أبيه بنحر أحد بنيه لله عند الكعبة حيث أن عبد المطلب حين اشتغل بحفر البئر لم يكن له من الولد سوى ابنه الحارث فأخذت كريش تعيب عليه تعيب عليه ذلك فنظر يومها إذا ولد له عشرة من الأبناء سوف ينحر أهدهم عند الكعبة فأنعم الله عليه بعشرة أولاد أصغرهم عبد الله وهو الذي استقر عليه السهم ليكون هو الذبيح لكن عبد المطلب لم يستطع الوفاء بنزره لأن عبد الله أحب أولاده إليه وأكثرهم معز في قلبي فزبح ماءة من الإبل ليفد ابنه من الذبح وبعد أن انتهت كصة الذبح أخذ عبد المطلب ابنه عبد الله إلى وهب ليخضب آمنة يخطبه لابنه فغمر الفرح نفس آمنة وكانت الفتيات يحسدن آمنة لأن عبد الله اشتهر بالوسامة فكان أجمل الشباب وأكثرهم سحرا وكان الشباب يحسدوا عبد الله لأن آمنة من خيرة فتيات مكة كما ذكرنا ووفق الله أخير شبان مكة مع أخير فتياتها وجمع بينهم لتبدأ قصتهم العظيمة والقصيرة مكث عبد الله عند عروصته أياما قليلة لأنه كان عليه أن يلحق بالقافلة التجارية المسافرة إلى الشام ومرت الأيام وشعرت خلالها آمنة بوادر الحمل وكان شعورا خفيفا لطيفا لم تشعر فيه بأي مشقة أو ألم حتى وضعته لكنها في ليلة زفافها رأت رؤية عظيمة وغريبة أفزعتها وأثارت دهشتها رأت آمنة شعاعا من النور خرج منها فأضاء الدنيا من حولها حتى تراءت لها قصور بصرة في الشام وسمعت صوتا يقول لها يا آمنة لقد حملتي بسيد هذه الأمة ظل هذا الحلم في مخيلتها ولم تنساه وكانت تحدث أقرب الناس لها عنه باستمرار حتى مضت شهور وجاء الخبر القاسي حين علمت آمنة من أبيها بوفاة زوجها وحبيبها عبد الله إثر تعرضه لمرض أثناء رحلته فتوفي بيثرب ودفن فيها فوصل الخبر لآمنة لكنها لم تبكي عليه وحدها بل بكت عليه مكة كلها ومع ذلك صمدت آمنة حتى تحافظ على سلامة جنينها وبالفعل جاء اليوم الموعود ووضعت وليدها وأنزل الله عز وجل الطمأنينة والسكينة في نفس آمنة وأخذت تفكر في الجنين الذي وهبها الله عز وجل والذي وجدت فيه من يخفف من أحزانها وجاءتها آلام المخاض فكانت وحيدة ليس معها أحد ولكنها شعرت بنور عظيم يغمرها من كل جانب فولدت أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وما لبث عندها قليلا حتى أرسلته للبادية عند حليمة السعدية كعادة العرب في إرسال أبنائهم للبادية وعندما عاد من عند حليمة رأت آمنة أنه من باب الوفاء لزوجها أن تذهب لزيارة قبره مع ابنها محمد فشدت الرحال وانطلقت باتجاه يثرب مع صغيرها وسيدة تدعى أم أيمن وصلت آمنة بنت وهب مع ابنها إلى قبر زوجها عبد الله فوقف ابنها الصغير ونظر إلى قبر أبيه بحزن وتخيلات تعصف مخيلته عن شكله ومواقفه ومدى حاجته له فهو ولد يتيما وعاش طفولته بدون أب مكثوا قليلا عند قبر عبد الله ثم أمرتهم آمنة بالرجوع لمكة بعد أن أدت واجب الزيارة قطعت آمنة مع ابنها وأم أيمن مائة وخمسين كيلو متر حتى وصلوا للأبواء فشعرت آمنة بتعب شديد ولكنها صبرت وكانت متمسكة بيد ابنها ومضت تصارع آلامها ونظراتها لا تفارق ولدها حتى تشبع روحها منه فهي شعرت أن هذا المرض لا شفاء منه وهي مجرد لحظات وستذهب روحها لخالقها فأرادت إشباع نظرها بابنها قبل الرحيل استمرت تعب محاصرة آمنة وهي صامدة حتى تمكن ابنها وتمكن من النظر منه فسقطت على الأرض وإذا بأم أيمن ترفعها والرسول ينظر لها بخوف والدموع بعينيه البريئة تقول أم أيمن فما أن رفعتها إلا وهي ترفع كفيها وتضم محمد وتقول له يا بني كل جديد بالي وكل آت قريب وكل حي ميت فتموت آمنة والنبي ينظر لها وهي جسة والخوف والوحدة والحزن العظيم يجتحون من كل مكان أم أيمن رأت حالته وعجزه فأخذت تمسح على رأسه لتصبره فقالت له عاوني يا محمد لنحفر قبر أمك ويا له من موقف طفل لم يتجاوز السابعة من عمره ينظر لقبر أبيه بالأمس وباليوم التالي يحفر قبر أمه فأخذ نبينا يحفر معها وهو يبكي وعمره ست سنوات دمتم في أمان الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة